اختتمت مساء السبت في المركز الثقافي بمدينة كلبا ورشة الإخراج التي نظمت في إطار نسخة العاشرة من دورة عناصر العرض المسرحي وتقيمها دارة الثقافة في الشارق السنويا لفائدة المتقدمين للمشاركة في مهرجان كلبا للمسرحيات القصيرة وبحضر الأستاذ أحمد برحيمة مدير دارة المسرح بدائرة الثقافة مدير المهرجان جرت تواقع حفل ختام الورشة التي أشرف عليها المخرج الإماراتي حسن رجب وأثناء برحيمة على جهود مشرف الورشة التي انطلقت في الثالث من الشهر الجاري وقدم للمتدربين شهادات المشاركة مهرجان المسرحيات القصيرة من أهم المهرجانات في الوطن العربي واللي المفروض نحن نحتم فيه اهتمام كبير خاصة المسرحيين اللي موجودين في الدولة هذا المهرجان يضم كل فئات المجتمع من مواطنيين من أخواننا العرب وحتى من جنسيات أخرى راح تشوف إن شاء الله في مشاهدتك لهذا المهرجان هذا كل الشكر والتقدير للدعم الأكبر للحركة الثقافية والمسرحية في دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وكل الشكر والتقدير لدائرة الثقافة في إدارة المسارح ممثلة في الأستاذين عبدالله عويس والأستاذ أحمد برحيمة أهداف هذه الورشة كيف أختار النص المسرحي كيف أختار طاقم العمل الديكور الأزياء لأن الإخراج هو أساس المسرح لو أنا ما كان يعني ما عندي موهلات الإخراج ما كنت بعرف أختار العمل المسرحي أو كيف برتب العرض بشكل عام